في العراق معركة انتهت ومرحلة جديدة من المعارك بدأت بحسب التحالف الدولي في العراق هذا الأخير الذي يؤكد أن تنظيم الدولة لم ينتهي بعد وهو ما يتطلب بحسب نائب قائد التحالف الدولي فالكس جيدني بقاء قواته لمدة طويلة لحين الانتهاء من التنظيم بشكل كامل تصريحات تأتي بشكل متوازن مع تسريبات من صحيفة USA Today عن محادثات مكثفة بين بغداد وواشنطن حول تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق والتي يبلغ قوامها اليوم أكثر من 5500 جندي أمريكي توجه تقول الصحيفة إنه يأتي لتلافي تكرار أحداث عام 2011 عندما أعلن الرئيس السابق باراك أوباما انسحابا للقوات الأمريكية من العراق لتنسح بعد أعوام ثلاثة القوات الحكومية من عدة مناطق فاتحة المجال لتنظيم الدولة ليسيطر على مساحة واسعة من البلاد لكن مع انجلاء غبار المعارك في الموصل وأعلان العبادي نصرا سقطت من بيانه عمدا أو سهوا مشاركة البشمرقة في صناعته تفسير أبلغ لهذا البقاء الأمريكي في العراق لتمنع وقوع الأسوأ الذي بشرت به عدة تقارير دولية وهو ما يظهر حاليا في الصراع الدائر بين حكومة العبادي وإلى جانبها ميليشيا الحشد وبين أربيل التي فشرت بقرار استفتائها ليبقى استمرار الأزمات والتصدعات والصراعات في المنطقة الدجاجة التي تبيض ذهبا لواشنطن الطامحة بدورها إعادة إحكام قبضتها العسكرية مرة أخرى وأنشأت قواعد جديدة على الحدود بين العراق والسوريا والأردن بذريعة قطع الطريق أمام خط الوصل الإيراني وهو إجراء يؤكد المراقبون أنه كان مدفوع الثمن مسبقا وبالتنصيق مع إيران ذاتها تمهيدا لإحراز هذا النصر على تنظيم الدولة بأقل التكاليف والترويج له وهي التي لا ترى عين رئيسها دونالد ترامب إلا القوة العسكرية ودولار لابتزاز المنطقة ترجمة نانسي قنقر